تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من بروفايل لاعب مطلوبه بنحكي عنه كثير في السوق لاعب انشهر فعليا قبل ما يثبت نفسه لأنه ابن أسطورة ابن ليليان تورام اللي فايز بكأس العالم 98 ولاعب يوفنتو سوبارما وبرشلونة السابق بس شهرة اللاعب زادت مؤخرا بتألقه مع مولشين جلاد باخ من جهة وظهوره بشكل مقبول في كأس العالم واللي زادت طلب عليه انه هالفترة هادي المهاجمين جلالي اللي بتدور عليهم الاندي وهو مهاجم متوفر مجانا بصيف 23 عشان هيك الكلام عنه أكثر وأكثر منتكلم عن ماركس تورام اللاعب اللي حينتهي عقده مع بروسيا مونشينج لاتباخ خاد الصيف وأعلن انه دي من طرفه انه اللاعب وصل معاه لطريق مسدود في المفاوضات ومش حيجدد عقده هذا اللاعب ارتبط بكثير اندي في الفترة الأخيرة بما فيها حتى الاندي الكبرى زي برشلونة خصوصا انه يبدو مناسب للبرشة من حيث الظروف الاقتصادية فهو لاعب مجاني وفي ايطاليا دائما بيقولوا انتر ميلان يوفي مهتمين فيه بس في الحقيقة في الصيف المقبل متوقع عدة اندي الكبرى تدور على مهاجم بالتالي ممكن يروح اتجاه اللاعب لمكان غير متوقع في هذه الحلقة بنا نحكي اكثر عن ماركس هل هو فعليا اللاعب اللي لازم تدور عليه الاندي الكبرى ولا لا اول ما تشوف تورامي بيلعب تعرف انه بنيانه الجسدي قوي ولاعب طويل 192 سنتيمتر لكن رغم هذا الطول هو فعليا ما بيسجل اهداف كثير برأسه يعني ممكن يكون الكرات الرأسية هي سلاح نائم عن ماركس لكن حتى الان ما ايجا مدرب يستفيد منها جسد اللاعب بيساعده كثير على تأدية بعض المراوغات وبيكمل فعليا ما معدله 1.66 مراوغة في المباراة الواحد وهذا رقم احلى من المعدل الطبيعي للمهاجمين يكفي انك تعرف انه لاعب زي ميسي معدله 3 مراوغات في المباراة فرقم تورام مش سيء ابدا بس فيه انتقادات كثير لهذا اللاعب رغم الشهرة اللي له واحدة منها انه اللاعب بياخذ القرار الغلط بيراوغ اكثر من اللازم يعني لازم يمرر بروح مراوغ بيكون عنده خيار يغير اتجاه اللاعب بروح اللي عامله راكض بالكرة اكثر واكثر دائما يوصف بانه عنده نزعة فردية سيئة تجاه الفريق المشكلة بتصيد اكبر لما يعرف انه عمره 25 سنة وعنده بعض السلوكيات في الملعب اللي بتخليك تقول لا لازم ينضج اسرع من هيك يعني ممكن يكون عنده فرصة يخلي فريقه يقود هجم مرتدي ممتازة بدل من ذلك يروح يراوغ لاعب وتروح منه الكرة وعشان هيك البعض بيفضل كولوم واني اللي عملنا عنه ايضا بروفايل الاسبوع الماضي عليه بيشوفوه اكثر جماعية اكثر ذكاء كرويا بالتالي اللي بديشتري ماركوستورام لازم يكون المدرب جاهز يشتغل عقليته وتحسين قراراته يعني هو مش مهاجم جاي جاهز مجانا يلا يلعب انجح لا ابدا بده شغل لسه رغم عمره رغم خبرته بس فيه ميزات ممكن تغري بعض الفرق فيه عنده ميزة ممتازة بنقل الكرة من الخلف للامام عنده معدل نقل الكرة للثلث الاخير 2.72 وهذا معدل اعلى بكثير من المتوسط الموجود في اوروبا ولانه بنيانه الجسدي اصلا قوي هذه الميزة تاعت نقل الكرة وقدرته على المراوضة اضافة للجسم الجوي اللي حكينا عنه هو بيكون لعب ممتاز للفرق اللي بتفضل تلعب بالمرتدات عنده مشكلة واضحة في دقة التمرير في الثلث الاخير ايضا هاي من الاشياء اللي بديشتري بديشتغل عليها بس بالمقابل عنده ميزة ممتازة الفرصة اللي هي جول بيسجلها عشان هيك بتلقى اهدافه تقريبا هي الاهداف المتوقعة تاعته يعني لحظة تسجيل هاي الحلقة هو مسجل 11 جول مقابل 11.3 اهداف متوقعة اذا النسبة طبيعية كل فرصة بتجي له محققة هاللاعب ما بيضيع لكي اها بس بنفس الوقت هو مش هلند يعني مش هداف سفاحل كرة جول لا هو اقل من ذلك من حيث الدقة بالنسبة لشخصية اللاعب عنده جانب جيد جدا مر في ازمات كتير رغم ذلك قدري يكمل رغضي قدري يحاول ويظل مستمر في عام 2020 تم ايقافه 6 مباريات لانه بسق على مدافع هوفنهاين بوش بس بعد ذلك الرجل اعتذر وعرف يصمد امام الكارث اللي عملها ورجع يلعب بشكل جيد وبعد ما اصيب بالموسم الماضي بتمزق باربط الركبة اللاعب انتسى تقريبا وظل 15 مباراة لا بيسجل ولا بيصنع لكنه في هذا الموسم قدر يعمل ردة فعل رهيبة جدا عشان هيك مدربه دانيل فارقة شو بيقول هو بالصف قد ضع يتدرب اكثر بكثير من المطلوب منه بيظل بعد التدريبات عشان بده يرفع لياقته وهذا دفع مدير رياضي لفريق منافس اللي هو مارسل شافر في رينادي فورفسبورغ يقول عنه هو مهاجم من الطراز الرفيع حتى اللخص تورام مش لاعب سيء لكنه مش لاعب سوبر لاعب جيد عنده مواصفات جيدة متوفر مجانا بس اللي بده يجيبه بده يعرف انه مش جايب لاعب جاهز بده شغل بده تطوير ذهني وتكتيكي لاعب بيسجل الفرص اللي بتنتح له بس مش هو اللعب اللي بيقلق الفرصة من لا شيء جيد في المراوغة بس محتاج حدا يطور له اياها ويخليها مفيدة اكتر اذا محتاج عمل تكتيكي اكبر مين الفرق اللي ممكن تكون مناسبة له انا شايف انه ميلان ممكن يكون من اكتر الفرق المناسبة له بما انه مستقبل ربيل لياه ولسه مش واضح جورو وابراهيموبيتش بتقدموا بالعمر كثير فانت محتاج مهاجم اضافة انه في الدور الايطالي السرعة البطيئة شوي بتناسب اكتر تورا ممكن يبين افضل اضافة الصبر على اللاعب اطول مع ميلان والدور الايطالي مما لو رح على البناني كبير في دوري فيه التنافس اشد وحدي اعلى ايضا نيوكاسل ممكن يفكر باللاعب بس مش كاساسي كاحتياطي لانه شبه مضمون نيوكاسل يشارك الموسم الجاي في اوروبا سواء دور الابطال او دور الاوروبي ومع كبر سن بعض اللاعبين في الامام وحتى الاصابات اللي اتكررت كثير هذا الموسم عندهم هم محتاجين مهاجم اضافي خيار جيد تفكر بلاعب زي تورام فرنسي عندك عدة لعبين فرنسيين بالفريق فحيكون منسجم معهم سريعا اضافة انه خيار ممتاز بعطيك بعض المباريات بس مش حيكون اللاعب الاساسي على الاغلب فيهم ايضا ممكن توتنهام يفكر فيه سواء ضل كونتي او راح كونتي كونتي كثير بحب البروفايل تاعة تورام شخصية شكل تورام طريقة لعب تورام البدنية لكن حتى لو خرج توتنهام ممكن يفكر فيه لا اكثر من سبب السبب الاول انه واضح انه على الاغلب دان جوما مش هيكمل معهم وايضا لوكاس مورا راح ينتهي عاقده فمحتاجين لاعب اضافي في خط الهجوم هم كثير حاول يجيبوا لاعب يعطي نحية بدنية بجانب هاركين او يعوض هاركين وما زبطت معهم حتى الان فممكن يفكروا فيه بما انه خيار مجاني ما الضبط بعد سنة برجع ابيعه هادي الفرق على الاغلب اللي حنشوفه بتتحرك باللحظة الحقيقية من اجله اللاعب ما وصل حد اللي تقول لو ايجا حيفرق لو ايجا وفرق فعليا حيكون تفوق على نفسه لازم ييجي يمر بمرحلة تطوير ثم يبدأ يفرق هذا هو مالكستورام باختصار ونوصل هول لنهاية هذا الفيديو كنت معكم انا محمد عبواد موجود فيسبوك توتر انستغرام وتيك توك والسلام عليكم ورحمة الله